كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن الفاو الدكتور حسين جادين جهود تحقيق تنمية الزراعية والسماكية في بلادنا وتطرق اللقاء بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باسوهيب ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي ومساعد ممثل الفاوف في اليمن لشؤون البرامج الدكتور محمد سلام ومنسق مكتب الفاوف عدن أحمد اسماعيل إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في سبيل تحقيق تنمية زراعية وسمكية حقيقية وإيصال المساعدات لمحتاجها في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية والبرنامج التنموي البنك التنمية الألماني وتمويلات البنك الدولي بخصوص المشاريع التنموية وإجراء الدراسات الخاصة بتنفيذ مشاريع المنظمة بإشراف وزارة التخطيط واجدد الوزير باذيب تأكيده على حرص وزارة التخطيط على تعزيز الشراكة الحقيقية مع الفاوف والعمل وفقا لبرنامج الحكومة المستمد من الواقع لإحداث تغيير حقيقي يلمس أثره المواطن في مختلف مجالات وقطاعات الحياة مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمنظمة الفاوف ومختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن من جانبه أشاد الدكتور باصهب بتدخلات الفاوف من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة الموزعة على عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية مشددا على ضرورة الاهتمام بمشاريع الاستزراع السمكي وعلى صعيد متصل ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة مكتب البرنامج الأغذية العالمي في عدن منتي تاتشميوكا تعزيز الشراكة بين الوزارة والبرنامج والمشاريع المستقبلية للبرنامج في اليمن وأكد وزير التخطيط الدكتور باذيب على أهمية مراعاة البرنامج العالمي مسألة إشراف الجانب الحكومي ممثلا بوزارة التخطيط على مشاريعهم المنفذة في المناطق والمحافظات المختلفة وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على القيام بمسؤوليتها وواجباتها تجاه مواطنها وإيصال المساعدات لمحتاجها الحقيقيين من أجل التخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد بسبب الحرب مجددا التأكيد أن الوزارة حريصة على تذليل أي صعوبات تواجه برنامج الأغذية خلال تنفيذ المشاريع المختلفة